فيطر القانونية يقولوا أنك مستفيد من سكن صح؟ فيتلمسان لا؟ لا لا أنا من الأصل معسكر شكرا على تدخل الوزير وانا هذا التدخل ديالو ما شفتوش لأنني سي كوبيد دو موند ما عندي حتى حاجة في هذا كل مكان اليوم لما نتكلم على البطاقية البطاقية نتكلمت عليها أنا جي برووكي جي برووكي سا وكيف دهماد دائمس لأنني سي كوبيد ديالو موند سي كوبيد ديالوزير سي كوبيد ديالوزير سي كوبيد رئيس لجنالولمпية على أساس أنني سحنا مستفيد لكن في وقت أنهو الجزير كان في عمره كان في عمره 26 اغري أعتقد أنه قوانين أخرى. مستفيد من السكن؟ مستفيد. أين السكن هذا؟ هناك معسكر على أساس أنك أنا ابن معسكر. سلمتني هذه الولاية للجزائر في تمتيل الفريق الوطني منذ كان في عمر 11 سنة. أسكن أن ندخل في هذا الإشكال لما كان عندي أي معلومة أنه فيه قانون بطاقية يجي في 2018 كنت قمت بتقديم تقرير على أساس أنني استفت لكن قلت للسلطات على أساس أنني كبرت قريت وننفيد في المجتمع التاعي. اليوم في العاصمة وأنا أستاذ أنا معك. سيعمار مسكين نعم الله ينعم عليك. السكن الآن اللي أخذيته فيه معسكر نعم غير مستفاد منها إذن عندك سكن؟ سيدي الكريم غير مستفاد منها. قلت للوزير ونقله على المباشر. إذا كان هذا هو حل هذه المشكلة لكم بهذا السكن. أنا أولادي اليوم رامو تشاردين. اليوم هذه ثلاثة أيام ما عندهم شوين يروحوا. أنا البطاقية لك تقصيني. تقصيني البطاقية من حق السكن وتعملوني على أساس أنني مواطن. عادي أنا البارح كنت جندي. نمثل للجزائر. وإن كانوا أبطال. أبطل لكي جندي. وإن أبطال لكي جندي. أبطل لكي جندي. أبطل لكي جندي. أبطل لكي ج وغير أبطال سلموا لهم سلموا لهم ولات سلموا لهم مسؤولين سكانات قطع أرضية دي كيوسك فوشيخشي منكة دسيطواشن إلا كان عنا وعطاتنا الجزائر اه 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 انا باسا انا بايس كنا ان بلس دوسا هاد السكن الموجود في هاد الولاية وكل شهاد على هاد مخلص من طرف المجاهد رحمة الله عليه الاب حب هاد السكن يكون ريحة باش يجي الولد الابن للعاصمة الاولى للجزائر يجي شوف باباه باش ما تقطعش الريحة لانني انا خلاص في العاصمة قاتن لكن الانسان لكن الحياة تعطينا وتقول لنا وقتاش نزيدو وقتاش نتزوجو وين نعيشو وين نموتو نديرو بطاقية وطنية ونقولوا اعطونا السكن في الكاليفورنيا ولا في الوسترالي مش في بلد آخر بابا سأشتركوا في القناة